أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام زي ما حضراتكم عارفين موضوع حلقتنا النهاردة عن القراءة ما أعتقدش أنه في حد ممكن يختلف معايا عن مدى أهمية القراءة القراءة الحياة بتمنح المرء القدرة على التنقل بين الماضي والحاضر وأيضا التطلع إلى المستقبل أهمية القراءة هي لكل الفئات العمرية والثقافية والمجتمعية والتعليمية ما أعتقدش أنه في حد ممكن يكون مش محتاج للقراءة في حياته في الفترة الأخيرة شفنا أو شاهدنا بعض الكلمات أو بعض الأراءة اللي بتقول أن القراءة أو الإقبال على القراءة أصبح متراجعا هل ده حقيقي؟ هل دور النشرة والطباعة مصرها هيكون إيه خلال الفترات اللي جاي خاصة في ظل انتشار القراءة الإلكترونية كل هذه الأمور أو كل هذه الأسئلة هنعرف إجابتها من ضفنا اللي منوارنا النشرة والاستشاري الدولي للنشرة العربية الأستاذ علي عبد المنعم أهلا وسهلا بحضرتك يا فانتا أهلا بحاجة يعني في البداية بسأل حضرتك عن بعض الدراسات بتشير إلى أن حوالي 72% من الشباب بيقبلوا على أجهزة الكمبيوتر والموبايلات أكثر من القراءة و10% إقبالها على الكافيهات وعلى الخروجات والأصدقاء وده شيء محمودي وليس مرفوض ولكن هل هذه المؤسرات بتؤكد ما يقال عن ضعف وتراجع مدى الإقبال على القراءة؟ ولو ده حقيقي فما هي الأسباب وراء ذلك؟ أسباب اللي بتقدت إلى تراجع القراءة هي ده يعني عنوان كبير لكن لو كسرناه شوية هنقول لا فيه تراجع فيه شرى الكتب نتيجة إيه؟ نتيجة ارتفاع أسعار الورق ارتفاع أسعار الخامات اللي بتستخدم نتيجة التفرة في الثورة التكنولوجية الهيلة اللي حصلت بعد عام 2011 في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي آخر الدراسات بتقول دلوقتي في يناية 23 إن مصر 120 مليون مواطن 80 مليون منهم يعني حوالي 75% بيستهلكوا الإنترنت و46 مليون لما يعني حوالي 41% أكتب نشطين على وسائل التواصل الاجتماعي مفهوم النشر تتغير بدل ما كان نشر ورقي فقط كتاب بيطلع في شكل مطبوع بقى بيطلع في شكل وسائل متعددة منها الكتاب الإلكتروني ومنها الكتاب الصوتي ده بيتداول فين؟ بيتداول من خلال الإنترنت فعدد المشتهلكين للمحتوى الإلكتروني أو بشكل عام بقى يعني سواء كان سوشال ميديا أو فيديوز أو يوتيوب يعني وتبر أي قناة من القنوات اللي موجودة على الإنترنت حتى الشراء الأونلاين أرقام مزادت جداً هكفي ما أصلي ده نتيجة إيه نتيجة ثورتين حصلوا فبعد كل ثورة بتحصل فيه حراك شقافي بيحصل في المجتمعات وساعد ده أكتر الطفرة الكبيرة اللي حصلت في التطاول التكنولوجي الهائل اللي حصل على مصال العالم كله أهم التحديات اللي بتقابلنا في صناعة النشر في لوطن العربي إن إحنا ما عندناش معناش بنية تحتية سليمة لصناعة النشر بمعنى إيه؟ ما عندناش شبكات توزيع محترفة يعني فيش شركة متخصصة شركة واحدة في لوطن العربي كله متخصصة بتوزيع الكتاب على المكتبات كل الترخيص اللي بتطلع للنشرين بتطلع نشر وتوزيع فالنشر هو اللي بينشر ويروح يودي الكتب على المكتبات المكتبات عددها غير كافي حتى يعني المكتبات الخاصة المكتبات الحكومية كمان عددها غير كافي المكتبات العامة عددها غير كافي فعندنا أزمة كبيرة في مشكلة التوزيع الأزمة التانية أو التحدي التاني في الملكة الفكرية حقوق الملكة الفكرية اللي هي حق المؤلف وحق النشر دي اللي بتقابلنا بقى اللي حمس معنا دايما قرصانة الكتب وبيع الكتب المقرصنة أو المزورة أو المقلدة نفس الكلام على الانترنت مثلا فيه كتب اللي هي بالبي دي اف دي بتتوزع مجانا وبتتوزع بتبقى مقارصنة يعني يعني فدي دي ازمة تانية الازمة التالتة اللي طرأت اخر سنتين نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية والارتفاع الاسعار في الشحن والارتفاع خمات الحرائق الغباءت اللي حصلت في في امريكا الجنوبية قدت لارتفاع سعر الورق وانتاج الورق عالميا انخفض بنسبة خمسين في المية تكلفة الشحن زادت تقريبا قلمش تلتمية في المية شحن مثلا شحن الكتاب الواحد كان بتشحن من الصين لامريكا الشمالية مثلا كان بسبعة وثلاثين سنت نهاردة بدولار سبعة وستين سنت يعني الضرف بثلاثة دي كلها ازائل ارتفاع خمات المشتخدمة كل الخمات اللي بمستخدمها في الطباعة هي خمات مشتوردة فالكتاب اللي كان بيتكلف مثلا مية جنيه النهاردة بقى يتكلف ميتين وثلاثمية جنيه المشتهلك او القارئ حيشتري ازاي فده اللي ودينا بقى للنقطة التالتة اللي هي العلاج ده ايه او لحين تحسن الوضع الاقتصادي تحسن الاوضاع في الاوضاع الليجستية وخدمات الشحن وما شابه ان احنا يبقى في بدايل لاستهلاك المحتوى ده شكله الرقمي شكله الالكتروني والصور بالنسبة للإقبال على القراءة سواء كانت ورقية او الكترونية هي موجودة لانه يعني احنا في مصر مصر شوق كبير قوي يعني ده بحاجة مية وعشرة مليون بنتكلم لا في رقم كبير ورقم بشكل معادلة في صناعة النشر في الوطن عربي يعني لك انت تتخيل ان اكتر من ستين في المية من انتاج المحتوى الثقافي العربي خارج من مصر تمانين في المية من استهلاكه استهلاك مصري سواء كان ورقي او الكتروني يعني بص على عدد المعارض العربية اللي موجودة مثلا هتلاقي المشاركة الاغلب للنشرين مصريين برضو الجاليات المصرية موجودة في كتير من الدول العربية فهتلاقي برضو هم اللي بيعملوا زخم جنب طبعا المواطنين المقيمين والاصحاب الجنسية بتاعت البلد برضو بيبقوا موجودين لان المعرض معرض الكتاب بيبقى زي احتفالية ثقافية عامة بتبقى كل سنة بيبقى شيء كويس ان الناس بتتفاعل معي فيه اقبال عن القراءة لكن في عزوف شوية عن الشغل فلا في اقبال عن القراءة في بعض الاماكن بيبقى موسمي طبعا مرتبط بموسم اللي هو المعرض الكتاب السنوي اللي بتعمل وفيه على حسب حالة النشر يعني فيه كتاب جديد طلع مثلا ممكن يسمع ويسوق بشكل كويس فيحقق رواج ويحقق انتصار كويس لكن في اقبال كبير اخر سنتين من بعد الكورونا تقريبا من وقت ازمة الكورونا لا استهلاك المحتوى الرقمي تضعف يعني ما قبل الكورونا وبعد الكورونا تقريبا تضعف نسبة 400 في المئة سواء كان الكتروني او صوتي موجهة او مكافحة القرصنة لحقوق الملكية الفكرية بتستلزم جهود جهود ناس كتير او جهود اطلاع كتير من من اصحاب المصادر الدولة والحكومة والنشرين والاتحادات المهنية والاقليمية والقضاء ومجلس النواب انت محتاج تشريعات محتاج تشريعات في جهود من الدولة بتحصل دلوقتي لتأسيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية دي على وشك ان هي تقديد تبع المجلس الوزراء وجهة مشتقلة دي لحماية الملكية الفكرية للصناعات الابداعية بشكل عامي يعني للمزيكة والسينما والصناعات الابداعية والعلامات التجارية والملكية الفكرية للمحتوى الثقافي والابداعي دي يعني نأمل ان دي ان شاء الله مع اطلاقها وظهورها ان هي اتفعل القوانين بالتنسيق مع مجلس مجلس الشيوخ ومجلس النواب ليه ايجاد تشريعات لمواجهة ده طيب ده دور الدولة مع طبعا وزارة الداخلية ومكافحة الانترنت والكلام ده كله ده هيساعد ده بالجزء بتاع الدولة طيب جزء الناشر ايه الناشر بيشتكي طب وفي نفس الوقت هو ما عملش الاتاحة الكاملة للمحتوى بتاعه الانترنت بشكل سليم فبقى المقارسن انا كناشر مثلا في ناشرين كتير دي من ضمن التحديات ناشرين كتير متأخرين عن التحول الرقمي طيب فانت محاولش الكتاب بتاعك رقمي وببقاش موجود في شبكات التوزيع العالمية اللي بقى موجود الكتاب بشكل شرعي مثلا على كل المنصات الدولية كطبيعي في مساحة فاضية المساحة الفاضية دي خلت المقارسن ياخد الكتاب يسكانوا بيدي اف ويرفعوا مكان الاصل لكن ده لو الاصل موجود على مية وعشرين منصة لما تيجي على وسائل البحث هتكتب اسم الكتاب هيطلع لك في الاول يعني يعني لحين ما نعمل التشريعات لأ نتكلم في ان احنا يبقى فيه في اتاحة وفيه فيه فيه امكانية الوصول للمنتج ده بشكل شرعي ده فيه كتير من ناشرين متأخرين عنه ولأ واللي بدأ حتى كمان بدأ ليه منصات محلية او منصات اقلمية مش منصات دولية ده خلانا يعني يعني ده خلانا ننتقل ان احنا نبقى فيه مبادرة مننا مثلا عملنا مشروع المشروع دوت ان احنا ازاي نتيح المحتوى العربي ده على الانترنت بزيادة تخليه متاح في العالم كله ده بدأنا مثلا من شهر ونص النهاردة احنا موجودين في اكثر من مئة وعشرين دولة في العالم المحتوى العربي بتقري في دول لما تبص على الخريطة مستحيل تقول مثلا في بناما ناس بتقري عربية او مش عددهم مش كبير زي مثلا في الولادات المتحدة زي اللي في المنطقة العربية لكن اوروبا كلها مثلا اووروبا كلها بدون ستنينك نورت انفيها ناس تستهلك محتوى العربي الصين وروسيا نورت انفيه ناس بتستهلك محتوى عربي اندونيسيا وماليزيا والشرق الاقصى كله بقى يعني الحد دستراليا تحت نورت انفيه ناس بتقري عرب dude turbo افريقيا ونجيريا والسحل الغربي من القرى الافريقية نورت الناس بتقرير على الامريكا اللاتينية نورت الناس بتقرير على الامريكا خل حاج ده في شهر ونصف بعدد كتب مثلا لم يتجاوز دلوقتي مثلا خمس ست الاف كتاب فمرحلة اولى احنا بنتكلم في شهر شهر ونصف العلاقة بين الاطراف العملية النشر هتلاقي في مؤلف في مصمم او اللي هو مصمم الغلاف في رسام لو في كتاب طفل في محرر ادبي في مراجع لغة عربية في ناشر في موزع في مطبعة لازم كل واحد يبقى فاهم دور التاني في اطار قانوني بيحمي كل الاطراف من اهم الزهار السلبية اللي بتأثر على العلاقة دي من تقريبا من عام 2017 ظهرت دور نشر بيطلق عليها دور نشر البقاط دي بتخلي الناشر هو المؤلف هو اللي بينشر على حسابه فده مش مش ظاهرة مش صحية الناشر المؤلف ينشر على حسابه والعقود بتبقى منصفة اكتر للناشر دوت بتيجي على حساب المؤلف لا المؤلف لازم يبقى عارف ان عليه التزامات وليه حقوق والناشر نفس الكلام الناشر ياخد المخاطرة في كتاب هو مؤمن به مش الموضوع مش ما يبقاش تجاري الناشر اللي يقول لك تعالى انشر على حسابك في الاخر بتدفع تمن الف نسخة وبتسلم مثلا مية او خمسين والباقي ما تعرفش هم ما فيين والناشر تكتشف الناشر مش مسجل مثلا في اتحاد الناشرين مصريين او في اي جهة من جهات الدولة التابعة للدولة فدي لازم يبقى العلاقة ما بينهم علاقة قانونية في اطار قانوني سليم وبنأمل ان فيه فيه مشروع في اتحاد الناشرين انه يبقى فيه عقد موحد مثلا او عقد مرجعي يحفظ حقوق المؤلف ويحفظ حقوق الناشر وزيما تطرقنا في الاول انه مفيش موزعيه يعني الناشر هو اللي بيقوم بدور التوزيع وده مش مش صح في ادارة العملية اللي احترابه بالنسبة لما نيجي نقارن ما بين وسائل الناشر اللي موجودة دلوقتي سواء كان ورقي او الالكتروني وصوتي يعني مفيش حاجة فيهم هتنهي حاجة يعني مفيش حاجة هتقصر الحاجة لسه حتى عالميا الالكتروني والصوتي في مراحل نمو كبيرة يعني بينمو بالخمستاشر والخمسة وعشرين في المئة سنوية ما زال الحجم الاكبر في المبيعات للكتاب الورقي والربح الاكبر للكتاب الورقي لكن نمو الكتاب الورقي نفسه مثلا ما بقاش كبير نتكلم من تمانية لتسعة في المئة وصوات بنموه خمسة وعشرين في المئة مثلا من الكتاب الصوتي واحداشر من حداشر للخمسة في المئة للكتاب الالكتروني فالارباح اللي بتيجي من الكتب الصوتية والالكترونية اقل من الارباح اللي بتيجي من الكتاب الورقي لكن هي وسيلة مكملة لانها بتستهدف شرايق جديدة من الجمهور. مع النمو اللي بيحصل والتغارات اللي بتحصل نسبتها بتزيد. لكن هيبضل الكتاب الورق الموجود ورقم كبير في المعادلة. ممكن شكل تداوله يختلف مثلا من طباعة الماس برودوكشن اللي هي كميات كبيرة للخمس تلاف والعشرة تلاف نسخة دي بقى قوي يعني. لكن الباقي كله ممكن يتحاول برضو للطباعة الرقمية اللي هي برينت وندماند حسب الطلب. تطبع مية او او لحد مثلا لحد خمس ومية بتكلفة اقتصادية من غير ريسك كبير على الناشر. ويتم تداولهم مسلا لو كتاب حقق نجاح يبدأ يطبع من ماس برودوكشن. فدي كلها حلول بحيث ان انت حلول تكاملية حلول متكاملة لادارة عملية الناشر وتوصيل المحتوى ده الأكبر شريحة ممكن. اللي عايز يشتريه ورق يشتريه. اللي عايز يقراء إلكتروني مسلا على منصة بالشراك شهري يقدر. اللي عايز يسمعه يقدر. يبقى الثلاثة موجودين. بتحقق انتشار اقرى. الكتاب المقروع لن ينتهي. ليه لن ينتهي؟ لان يعني على مدار التاريخ كله ما انتهيش. يعني من ساعة ما اخترعوا الورق. حتى من قبل الطباعة اخترعوا الورق. الناس كتبت عليه. لحد النهاردة ما انتهيش. طيب الراديو الناس كتبت تقول انه هينتهي مع الانترنت. يعني وكان ده من عشر اخماش سنة الناس كتبت تقول ان الراديو هينتهي بانتشار الانترنت. النهاردة الاتنين بيتكامل. الكتاب الورق حيفضل. يعني يعني قولا واحدا يعني مفيش اي حاجة هتأثر عليه. لكن سلوك المستهلك هو اللي بيتغير. لما بيتغير انت بتقدر لازم تبقى فيه المرونة ان انت تلبي احتياجات العملاء بتوعك باكتر من شكل. الاستاذ علي عبدالمنعم الناشر والاستشاري الدولي للناشر العربي. بذكر حضرتك جزيلة الشكرة على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة اللي اطلعتنا عليها. شكرا لحيفة. شهدين الكرام بذكر حضراتكم وبنحب نؤكد مرة اخرى على مدى اهمية القراءة لكافة الفئات العمرية. آآ يعني وربما تسكرة سريعة بان القراءة تعمل على توسيع المدارك. تعمل على تحسين القدرة على التركيز. تعمل على زيارة الحصيلة اللغوية وكم المعرفة آآ التي من الممكن ان تحصل عليها من خلال القراءة. فهي غزاء للعقل والروح. شكرا لكم. ونطلع فصل ونرجع لحضراتكم من جديد.